تصعدت الأحداث بشكل سريع داخل أروقت النادي المصر البورسعيدي بعد رفض لاعب الفريق القرى الأول للنادي المصري للانتظام في معسكر الإسكندرية وتواجد في معسكر الفريق بالإسكندرية كل من معين الشعباني المدير الفني للفريق ومعه كريم زكري مدير الكرة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وعمال غرف خلع الملابس انتظارا لانتهاء الأزمة وانتظام اللاعبين في المعسكر أو إبلوهم بالقرار النهائي من قبل مجلس الإدارة ورفض لاعب المصري محاولات التهدئة من بعض الوسطاء الذين طلبوهم بالتوجه الإسكندرية للانتظام في معسكر مباراة الإسماعيلي مع توقيع عقوبات تتناسب مع عدم الانضمام للمعسكر اليوم واحد وتفادي التصعيد مع مجلس الإدارة وقوبلت كل محاولات التهدئة بالرفض من قبل اللاعب المصري والذين حددوا ثلاثة شروط من أجل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الشرط الأول صرف الثلاث أقصات المتأخرة لهم من عقدهم المبرامة مع الفريق خصوصا أن عليهم التزامات يجب الوفاء بها الشرط الثاني صرف الثلاث مكافئات المتأخرة لهم عن مباراة الدوري ومن بينها مكافئة الفوز على النادي الأهلي والتي تحققت الإسبوع قبل المنقضي الشرط الثالث تعاهد مجلس إدارة النادي المصري بالالتزام بموعيد صرف مستحقتهم دون إقحامه في أي أزمات مالية يمر بها النادي خصوصا أنهم لاعبون محترفون لهم حقوق وعليهم واجبات وضمرت لاعب المصري ورفضوا الانتظام في معسكر إعداد الفريق لمباراة الإسماعيلي وينتظر أن يصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا خلال الساعات القليلة المقبلة لتوضيح كافة الحقاق من جانبه وإصدار بعض العقوبات على لاعب الفريق في حالة عدم إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر